هل تريد أن تفعل؟ هل تريد أن تلبي غريزتك؟ أن تشبع هذه الغريزة فيك بما يقض بالله تبارك وتعالى؟ لا أريد مهما كان الطرف الآخر ممنوعا محصنا وجميلا مغريا لا أريد لأن الله لا يريده وبالتالي أنا الأخلاقي فيه الروحاني فيه لا يريد قال لك هذا مادة نحن رسنا مجرد مادة إنسان قرار الرفض في نهاية المطاف هو قرار إرادي والإرادة هي الماثلة والحاضرة هنا إرادة من قال أن الإرادة أو إن الإرادة ينبغى أن تكون دائما إي بالإيجاب؟ أبدا الإرادة أريد أن أفعل أريد أن لا أفعل أليس كذلك؟ أحيانا يتكبل الإنسان أكلافا ضخمة يدفعها لماذا؟ لأنه يقول لا ومعنى قوله لا أنه يريد أن لا يخضع لإملاءات جبار لإملاءات ربما إغرائية إكراهية إني أخاف الله شاب دعتهم رأة ذات منصب وجمال منصب يمنعهما من الملاحقة والمؤاخذة وجمال يغري ويحرك فيه الوحش الرابط في دمه إنجاز التعبير غير جزته فقال إني أخاف الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيا وزناهما النظر والفم يزني وزناها القبل واليد تزني وزناها اللمس والفرج يصدق ذلك أو عدنا إلى مربع الفرق بين الرغبة والإرادة هل تريد أن تفعل؟ هل تريد أن تلبي غريزتك؟ أن تشبع هذه الغريزة فيك بما يغض بالله تبارك وتعالى؟ أريد مهما كان الطرف الآخر ممنوعا محصنا وجميلا مغريا لا أريد لأن الله لا يريد وبالتالي أنا الأخلاق فيه الروحاني فيه لا يريد قال لك هذا مادة نحن رسنا مجرد مادة إنسى نحن شيئة عالى على المادة لماذا أدفع حياتي أحيانا ثمنا لماذا أضحي ربما بعشرات الملايين الدولارات تعرض علي وتدفع لي طواعية وسماحا مقابل أن أتبنى موقفا معينا لن يلحق بي على المستوى الشخصي الضرر سيلحق بآخرين لكن أنا سأحوز الملايين لا أفعل مع أنني فقير مع أنني مدين هذا هو الإنسان هذه عظمة الإنسان هكذا لا يكون الحيوان هكذا ينبغى أن يكون الإنسان هذه المسألة إذن الإرادة ليس بالضرور أن تكون إرادة التلبية والإيجاب أيضا إرادة ماذا؟ النفي والسلب والرفض إرادة وهي بنت الوعي وهي بنت الوعي ترجمة نانسي قنقر